السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احنا وسهلا بكم في قناة نينا كوريشي معاكم نرهان النشار النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض اخر جزء في الخروف هنجمع كل الاجزاء اللي عملناها الاجزاء اللي فاتت ونجمعها ونكون منها الخروف بتاعنا طبعا هسيب لكم تحت لينكات في فيديوهات الاجزاء اللي فاتت كلها اللي ما كانش لسه يكملهم عشان يوصل معايا للفيديو الاخير ده ويقدر يجمع معايا الخروف واسيب لكم لينكات فيديوهات تعليم الامجرومي من الصفر برضو للي حابب ان هو يتعلم الامجرومي معايا ويعرف الاساسيات بتاعته ويعمل معايا خروف العيد ان شاء الله قبل ما نبدأ الفيديو مع بعض متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس شان نوصلوكم كل جديد واي اسئلة واستفسارات اكتبها تحت في الكومنتات يلا بنا نبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة عندي ادي كده دي الراس انا قلت لكم مش هنكمل الجزء ده الا لما نثبت الاول الودان والقروم دلوقتي هاجي اول حاجة سبت الودان هجيب ابرة فتحتها واسعة تقدر تدخلي الخط اللي انا سبته في النهاية عندي هنا من الودان كده انا دخلت الخيط اهو هاجي هنا الودن بتاعتي قبل ما اشتغل عليها واسبتها انا هاتني الودن كده على اتنين واعملها بالمنظر ده فهاجي اهو بعد ما انا خلاص خلصت الخيط اهو بتاعي وتنقتنيها كده على اتنين وبنفس الخيط ده اروح للنحية التانية عشان اقفلهم الاتنين على بعض كده بالشكل ده كده هاتقفلهم مع بعض هروح تاني للنحية التانية عشان بس اسبتهم كده هوا انا عايز الودن تبقى بالشكل ده هاجي دلوقتي بقى عاوز اسبت الودن بتاعتي الخروف هنا هوا انا سبتها هنا تحت الابيض على طول اول ما يخلص الابيض على طول ابدأ احط الودن فياجي امسك هكده وابدأ اخيط هابدأ بس اسبتها يعني هاخد غرز مسلا من هنا وادخل في الراس بالابرة بالشكل ده هي ملهاش طبعا قاعدة للخيطة ملهاش قاعدة معينة طبعا زي ما اتفقنا نشتمل بابرة معدم مش بابرة بلاستيك لان البلاستيك مش هتنفع معينة كده هوا انا بدأت اسبتها او بدأت اسبت طبعا لسه في من ورا سانا كده اسبت جزء منها كده هوا وابدأ اخد المنورة ده كل اتأكد كل شوين هنا مكان ده كده بتاعي صح فخلاص ابدأ بقى هنا اسبت ااخد مسلا غرزة من هنا واطلع ااخد واحدة من الفوق من الودن نفسها بالشكل ده كاميرا التسبيت كويس من غاية ما اخيتها كلها كده هوا الودن اهي تسبيتت بس لسه بقى هارجع اعيد عليها كلها تاني عشان تتثبت كويس احنا الودن هنا مش محشنهاش فايبر اللي حشنها بس فايبر هي القروم بالشكل ده كده هوا ادي اهي الودن اتثبتت معي ارجع لفع الجزء اللي ورا تاني ارجع لفع الجزء اللي ورا تاني كده هوا خلاص اتثبتت معي كويس. خلاص بقى بدخل انا بقى بالخيط هنا مسلا. جوه الودن والراس مسلا خليه جوه الودن. هو الودن نفسي يعني مش هطلع من نحي التانية اهو. وامشي بالخيط كده مسلا واطلع من اي فراغ. وارجع مسلا بالفتحة اللي بعدها على طول وادخل فيه تاني. كورو ده جوه فراغ الودن يا جماعي. هنا الخيط مش موجود. ولا هنا الخيط موجود. كده هوا. خلاص كده اتثبت معي اقص الخيط. كده يبقى انا سبت اول وادني معي. هسبت التاني نفس النظام. هاجي كده برده. اجيب الخيط ادخل لجوه الابرة. وهعمل نفس القصة هتنيها كده على اتنين. زي ما عملت في اللي واروح للنحية التانية. كده هوا. هي بقتي اتنت معي على اتنين. ارجع تاني للنحية التانية للتزبيت. كده هوا. واجي. هسبتها للنحية التانية زيها بالضبط. بحاول بقدر الامكان يبقوا كده على الاتنين على نفس المستوى اهو. ما تبقاش واحدة الورق قوي كده لا. الاتنين يبقوا كده هوا في وش الخروف نفسه يعني. تمام. هبدأ دلوقتي اثبتها. زي ما ثبتنا اللي فاتت بالضبط. هاتي كده. وابدأ اكمل خياطه. من وراء قبل قدام براحتك يعني شتفرق مهم ان هي في الاول وفي الاخر تثبتت معي. انا كده سبتتها اهو. الاتنين على نفس المستوى. نفس الخط بتاعي. ابدأ بقى سبت كله وراء. وراء وقدام وزي ما ايه عملنا في التانية. اهو. فالاتنين كده على نفس المستوى. اثبتها كويس وارجع لكم. نشوف ان اثبت القرون ازاي. ان هي خطوة معادة مقررة زي دي. عشان بس ما طولش عليكم الفيديو. كده هوا خلاص انا ثبتت اهل ودن التانية. زي الاولانية بالضبط. الاتنين. وانا نفس المستوى يعتبره مع بعض. طيب دلوقتي عايز اثبت القرون. القرون عندي قبل ما ثبتها في حاجة من اثنين. يا اما لما انا بعد ما ثبت القرن هيبقى خلاص كده مفروض مفروض طويل كده زي ما هو. يا اما لو انا احب ان انا اعمله. اللي هو يبقى بالشكل ده كده. عندي حاجة من اثنين. يا اما ان انا هحشي فايبر خيف خالص زي ما انا حشي دلوقتي كده. مش يعتبر حشي حاجة بسيطة جدا فايبر. ليه عشان انا هتنيه بالطريقة دي كده. وهخيطه. هسبته فتلة وقبر. يا اما ان انا بعد ما خلصته كده هجيب سلك من الاسلاك هنشتغل بيها في الامجرومي. نعمل بيها الجسم. وهنلف حواليه سلوتيب كتير. وباك انا ندخله جوا في السلك هيخليني ان انا اقدر اعمل الشكل ده. بس انا مش من محبي ان انا احط اسلاك وحاجات في لعب اطفال. لان دي لعبة اطفال. مهما ان كان برضو كنت عاملها كويس ومدعمها كويس. بحس ان انا لأ ممكن ممكن لأي سبب من اسباب السلك يتفك او البلاستر حواليه تفك. فمش بحس بامام. فانا حاسة ان انا لو عملت كده ويا اما اسيب وخلاص ده بشكله. يا اما لو انا حابة ان انا اعمل القرن بالشكل ده. فهواريكم ازا دلوقتي. بفضل لو احنا بنشتغل بس او ام واخدها كده حتة صغيرة فيديني الشكل ده للقرون. طيب دلوقتي عايزيني نثبت القرون الاول. طبعا هنا وعشان قلت لكم ان اشتغلش على هاجي كده انا هحط فوق الودن كده على طول. فمن اي مكان نبدأ ونثبت. حتة كده. حتة كده. احو. ده مكان نبدأ سبيل. كده اهو. انا في الاول بثبته با كده برجع لف عليه. بس انا ايه بحب الاول احدد مكانه صح. كده اهو. بكام غرزة وبعد كده ارجع الف عليه تاني للتسبيت. حتة كده اهو. هرجع دلوقتي طبعا فيه حتة اهي انا مش مخيطها كويس. هرجع الافة عليها كلها. اسبتها. الافة عليها وارجع لكم. نشوف هنعمل ازاي الشكل ده واه ونثبت القرن التاني. ارجعت لكم تاني كده انا شبكت ده. وعملته بالشكل ده. وشبكت ده واكتصارا للوقت وهوريكم ازاي اعمل الشكل ده معاكم. طبعا برضو هنثبته في نفس المكان فوق الودن بالزبط. هم والاتنين يبقى على نفس المستوى زي بعض. بامكانك نتخليه بالشكل ده خلاص لو انتي عايز القرون تبقى مفرودة. لو عايز القرون ملوية هنشوف ازاي نعملها دلوقتي مع بعضين. دلوقتي اهو الخيط بتاعي بعد ما خلاص خلاص. هدخل بالخيط جوه القرن نفسه. جواي يعني انا ههو مطلعتش من ورا ولا اي حق جواه في الفراغ نفسه بتاعه. وهوصل لغاية النهاية بتاعه. بالابرة عشان كيكونا بنقول نستخدم ابرة طويلة. بالشكل ده. ورايح القرون كويس. طيب دلوقتي انا عايزة اعمل في الوية يعني اللي هو الشكل كده. طبعا بتخيلي الشكل كده هو. طيب عشان اوصل بيه للشكل كده هو هعمل ايه? هاجي كده. هو قمة اثنين. الشكل اللي انا عاوزة يعني انا كده المفرودة انا عايزة كده. كده هو. حاضرا. كده هو. عشان يبقى فيه التانية دي. فخلاص انا كده مكان ما انا واقفة. وام سبتاي بفتلة صغيرة ان احيى التانية هنا. هو طبعا مش هيديني الشكل بالزبط. زي ما يبقى محطوط فيه جواه سلك. بس يعني اهو يعني حبنا نحن نعمل الشكل شوية. اهو كده. فياجي كده اهو ده مكانها. وايجي هنا قصادها واخد غرزة كده. غرزة او اتنين كده وادخل جوها من القبرة. واجي مشدها كده عادية هلاقيها تشدت معي ايه. واضح الفكرة. وارجع تاني هنا لنفس الجزء اللي انا دخلت منه. بالشكل ده. فلاقيها اتنت معي. وارجع تاني قاعد عليها تاني. انشان بس اسبتها انش اكتر. ستلاقيها اهو معي. واضحة فكرة. ده لو انا حابتنا ان اخلي قرونه ملوية شوية. لكن لو خلاص عايزها مستقيبة خلاص اسيبها زي ما هي. بكده ارجع خلاص انه هو بالخيط جوه القرن نفسه. عشان اسبتها. كده اقص الخيط. كده هو بقى دلوقتي بامكاني ان انا اكمل خلاص الراس لان انا كده خلاص فضيت استخدمت الاماكن اللي انا عايزها لان انا هعمل فيها القرون. طيب دلوقتي فاضل ان انا عايزة اعمل العينين عشان اخلص الراس. عندي حاجة من اتنين. يا اما هجيب جوخ ابيض واسود واعمل جزء ابيض وعلي جزء اسود. يا اما ان انا اعمله بالخيط. انا هعمله معكم بالخيط. هجيب خيط ابيض. كده اهو اجي تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشر. وبعد كده هعمل فوق العشرة دول تزايد. فهيبقوا العشرة هيبقوا عشرين. طب احنا هنا بنعلم في اول واحدة. بس انا عشان باشتغلها بسرعة معاكم. فمعلمتش بالمركر. هعمل اول واحدة الاول. كده واحد. واعلم بالمركر. بعد كده. في نفس المكان هعمل التانية. وكملهم لغاية عشرين. وهعمل زيهم بالاسود. بس هعمل الاسود اصغر. هعمل اول عشرة بس. يعني هعمل عشرة بدايرة سحرية وخلاص واقفة بمنزلقة وخلصنا على كده. يا اما لو عايز استسهلي اكتر. خلاص ممكن تجيبي جوخ. وتقصي على قد يعني رسمة العين عايزها بيضاوية عايزها مدورة براحتك. وكذلك تقصي برضو النين بتاع العين نفسه. وتلزقيه. كده هعملت اتنين في كل غرزة. وهقفل ومنزلقه في اول واحدة. وهكده هعمل سلسلة تأكيد وقص الخيط. ممكن برضو تثبتيهم بالخط والابرة ده. او تلزقيهم. انها عن نفسي هلزقهم بمسادة الشعم. اخفي بس الخيط ده ورا الشغل كده. اقص الزيادات. اهو. كده انا عاملة اتنين اهو. وعملت اني الاسود عبارة عن عشرة وعشرة. بس انا عملتهم في الاول لان هو خيط اسود فبالتالي مش هيبام عندي في التصوير. اجي هنا. عايزة ثبتهم. نجي بمسادة الشام. نحدد الاول عايزين نسبت العيون فين. انا عايز ثبت العيون كده. يعني هسيب جزء من البيش ده. من الابيض ده. وانزل شوية كده. طيب انا كده خلص حددت اول عين. اهو مرفعة. واحط الشام. يعني حوالي بعد تلات اسطر. من اللون الابيض. كده هو. وهامل تاني على نفس المستوى بتاعها. بالشكل. او حوالي سيبت تلات اسطر. وفي الرابع بدأ تثبت العين بتاعتي. طبعا لسه هسبتها كويس بالشام. هيجي بعد كده عايزة ثبت النيني بتاع العين. عندي ان انا احطه في النص. او ان انا عايزة احطه كده على يعني بصو. على الطرف كده كأنه محول شوية. كده. فاهمين قصدي. هاجي اثبته. طبعا الخيوط دي بثبتها تحت الشور. فاهمين قصدي. سيبتها بشكل اللي يجبك. انا حبيت الشكل كده. برضو الثاني اهو. كشكل فكاهي للخروف هيك هيك هي لعبة أطفال أثبت العيون كويس الأجزاء لا أثبتها كويس كنت أولا أحدد أماكنها أثبتت كويس كلها كده يبقى أنا أثبت العيون بالشكل ده الآخر شيء عندي أحدد الفم أجيب معي دبابيس حتى نحدد أماكن مع بعضين في الأولى نعمل طبعا باللون أسوط هاجي هنا قديد العنين عندي دي الجايد التاعي أو المركر بتاعي يعني أو المعلم بتاعي هاجي كده تحت العين مش بخط مستقيم لا تحت العين بخط ميل كده وأحدد نقطة هاجي تحت العين الناحية التانية برضو بنفس قصة أحدد خط ميل وأحدد نقطة بس أخلي نقطتين على نفس الخط بتاعي يعني لو لقيت واحدة أعلى من واحدة أثبتها بالشكل ده وهاجي هنا عندي أدي دائرة البداية هاجي قبلها بسطر وحط نقطة يعني أدي وصد أدي هاي الدائرة السحرية عندي هاسيب صف صف في الثاني وحطه نقطة ونفس النظام هنا أدي هاي الدائرة السحرية أدي صف ودي الثاني وحطه تقلط نقطة في الثاني وهنعرف ليه دلوقتي كده هو تمام كده احنا عرفنا هاجيب بعد كده خيط اسود هاجيب أي نوع خيط أنا استخدمت هنا بالقليس ديفا عشان نرفها ممكن تستخدمي خيط التطريز العادية بس تشتغليه بقى كزا مرة بفتلة عشان نيبان شوية هاو كده دخلته هاجي من ورا من أي مكان من أي نقطة وهدخل الخيط عندي من أي غرزة هاجي أطلع من أول نقطة أنا حددته اللي هي عند الدابوس دي هيا هاو كده هاشير الدابوس بالشكل ده هاجي أنا أصلاً عايز أرسم كده والخط التحت كده هو والخط التحت طيب كده هتيجي معايا ازاي ايدي هنا هو الخط النقطة اللي انا عملتها دي مكانها هدخل بالابرة وهطلع من النقطة الاخيرة اللي انا معلمها هنا دي يعني انا همشي كده وهو اشيل الدبوس خلاص وارجع تاني للنقطة دي شايفين فهمت الفكرة او استطلقكم الفكرة اروح للنقطة دي طيب وعا كده عايز اروح للنقطة دي الاول ادي نروح للنقطة دي وهطلع بالابرة من النقطة رقم 4 كده هوا يبقى انا رسمت اول حاجة الفم هعمل بس الجزء ده بعد كده ان اروح تاني للنقطة اللي انا كنت فيها هنا اهو واطلع من مكان ما دخلت او من اي مكان تاني فبقى كده ده الشكل بتاعي وصل معي الفكرة فبقى كده اهو ده الشكل بتاع الخروف بتاعي ارجع اعيد عليهم تاني لو حاسست ان الخط ده رفيع طبعا انت تشترك خطة تريس لكن لو عملت كده وخلصت خط بين خلاص مش محتاجة حاجة خلاص انا كده مش محتاجة فخلاص انا هاخفي الخط هدخل الجنبي بس انا صغيرة واطلع من اي مكان تاني وقص الخط لكده الخط بتاع النهاية وخط البداية كذلك برده هاقص اهو اده خلاص كفاية هنقص وامسك بقبرة كده يعني ازق الفتلة كده وكده يبقى هي كده هاو خلاص خلص معي الوش يبقى كده خلاص خلص معي الوش فاضل ان انا اشتغل الغرزة بتاعي الخروف نفسه طيب دلوقتي بقى نجيب الجسم نشوف هنشبك فيه الراس فين ونشبك الادين والرجلين كده اهو ده الجسم بتاعي وده الخروف كده انا الرأس نفسها انا عايز اثبتها كده طبع لو انتي عاملها باي لون تاني براحتك مهم نفس اللون اللي مشتغلة بيه في الراس وفي الجسم ولا هنشبك بيه وادخله في ابرة تكون فتحتها واسعة اللي احنا شغلين بيها من بده كده هون انا هدخلت الفتلة هيجي امسك كده الراس والجسم مع بعض بالشكل ده وهبدأ اثبت هدخل بالفتلة دي في اي مكان هنا عندي وهبدأ اثبت الجزء ده مع الجزء ده زي ما كنا بنثبت برضو الودان والقرون وكل حاجة نفس فكرة الخياط المالهاش قعدة محددة هنبدأ نثبت كده اشد كويس اهو كده تثبت معي وارجأ اعيد عليها كده مرة لغاية ما تثبت الراس كويس المهم ان احنا كده خلاص حددنا مكانها اهو كده وابدأ اثبتها كويس اثبتها بقى كويس انا كده خلاص حددنا المكان وكده مظبور اثبتها كويس وارجع لكم لنثبت الراس اهي لو انا حاسد بقى ان الراس متحركة بصوا انا عملت غرزة هنا من تحت في الدان بصوا ازاي هوريكم ازاي لو انا حاسد ان الراس شان هي تقيلة شوية فمش سابتة معي هدخل هنا هادي كده انا كده اوفي الجسم الابيض بتاعي هيجي اقوم دخلة واخد غرزة هاي كده وادخل في اللي بقابلها بالشكل ده وقمشدها كويس بجزء الابيض وارجع ادخلها تاني في الجزء الابيض واطلع من اي مكان طبعا فلما هاشدها كويس كده هلاقي هنا الراس اه اتخياطت في الجسم نفسه بس وقا كده ارجع هنا خلاص اثبت الخط لان انا كده خلاص الخط ده مش محتاجة تاني بعد ما سبتنا الراس كويس واشتغلت عليه عرفتوا ليه بقى انا قلتلكم ما نشتغلش على الراس عشان خاطر نبقى فيه المكان للقرون من نشتغل بعد كده حواليه ما نبقاش ماشتغلنا تحته ويدينا في القرون ولا نكون اشتغلنا في الجزء هنا اللي في الراس اللي سبتناه في الجسم ده فبرضو هيضيقنا حتى الجزء اللي في الجسم اهوله تحت الراس ده كله ما نشتغلناش فيه عشان كده قلتلكم ما نشتغلش للراس ولا الجسم الا بعد ما نثبت الاجزاء بتاعتنا فانا هنا خلاص بعد ما خلصت الراس وثبتتها معاكم كملت بالغرزة بقى بتاعتي اللي انا قلتلكم عليها في الفيديو الاولاني لعشر ثلاثل وبنزل اقفل بمنظاركه في السلسلة اللي بعدها طبعا احنا نشتغل في الحلقات الامامية دي وكده انا كنت اخلصت الراس ادي كده الشكل النهائي للراس انا بالشكل ده تمام طيب دلوقتي بقى عايزين فاضل ان احنا نركب الادين والرجلين كلها نركبها هنا في الخروف عشان نكمل بقية الشغل العليه لان برضو قلتلكم لو كملنا دلوقتي الشغل اما نيجي نركب الادين والرجلين برضو دول هياخدوا مكان من الغرز فبردو هيضيقوني لو كنت اشتغلت الغرزة دي هنا هو فانا ما اشتغلت هاش برضو اهول الخط بتاعي ما اشتغلتوش سايباه هسبت الاول الادين والرجلين معاكم بعد كده ابدأ اكمل الجسم هجيب كده دلوقتي كده اول ايد معايا وحدد انا عايزة اركبهم فين يعني مسلا وليكن انا عايزة اركب كده وكده كده دي يعني انا هنا يدوبك تحت الراس على طول وابدأ اشبك الادين ما نزلش لتحت اوي كده لا احنا خلينا هنا تحت الراس يعني فين يعني في المكان ده اه هنا كده برضو انا هنا الرجلين مش حشيها قوي لا ولا الادين انا حشيها بسيط حاجة بسيطة ما ينفعش انا حشيها فتبقى سطوانة لا كده هولا ما تبقى خفيف تبقى شكلها احلى واحلى في الحركة يعني فانا هنا كده هوا سبت تحت الراس على طول بالشكل ده اي كده خلاص شان هو ده الفتلة معايا كده كده هوا بالشكل ده ااجي بقى هنا وابدأ اخيط اخيط طبعا في الجسم الابيض هنا هاخد برضو اول غرزة كده اوه في الجسم الابيض نفسه اقرب تلك الدنيا كده الكاميرا اهو كده هادي كده اول غرزة عشان اسبت الايد بالشكل ده انا هخلي الايد كده زي ما هي اخر جزء ده انا مش هحطه في فايبر يعتبر عشان خلاط اللاماجي اخيطها هابدأ باكده اسبت هادي اخد الجزء من هنا مع جزء من الابيض كده هادي لغاية ما تتسبت معيها بص هو الخياطة منهاش قعدة يعني مهم ان انا بس اكون اعرفت الاماكن واسبت الاماكن في النحيتين زي بعض عشان دي ايد وايد النحيتاني يبقوا يعني في نفس الاتجاهات مع بعض اهو كده كده هوا انا خلاص كده حددت مكان الايد اقدر بعد كده خلاص اسبتها ان انا هشتغل عليها كزا غرزة بغاية ما تثبت معي في الجسم انا بندخل هنا في الايد وبدخل في الابيض اهو كده وهطلع هنا في الابيض اهو هيا الابرة في الابيض اهو طالع اهو طالع اهو طالع ودخل ومسك طالع هم ممكن اخيار الغرزة انه كده تثبيت اكتر كده تثبتت معي أعيد عليها تاني كده تثبتها كويس تاني مره تاني كده هوا مسلا أنا خلاص اكتفيت بالتثبيت هاجي أقوم بنفس الخدة ده. وادخل هنا. جوه فراغي اليد نفسها. هجوه الفراغي جماعة. هالقبرة مطلعتش من الحياة التانية. واطلع من اي غرزة. عشان بس اسبت الخيط واقص. وادخل في الغرزة اللي جنبها على طول. اطلع من اي واحدة تاني. برضو كل ده جوه فراغي اليد. هبصوا الابرة فين طلعت? الابرة مش ملاهاش دعوا بتظهره خالص. هي جوه التجويف نفسه. وكده اقص الخيط. كده ها. اتثبتت معي اول ايد. بالشكل ده. كده ها. دلوقتي عايز ثبت الايد التانية. برضو هجيبها كده. في نفس المكان من نحية التانية هنا هون. واسبتها. دخل الفتلة في الابرة. ها كده. ها كده. هامل اتنين هيبقى على نفس المستوى زي بعض. واسبت هنا. زي مسبتنا التانية بالزبط. كده هون. هدخل في الابيض. واسحب الابرة. هثبت التانية زيها بالزبط. وارجعلكم نشوف نثبت الرجل ازاي. كده اهو خلاص انا ثبت الايدين اهول اتنين زي بعض. وتثبته كويس معي. بالشكل ده. طيب دلوقتي عايزين نشوف نثبت الرجلين فين. هجيب برضو الرجلين الاثنين. بابرة. هيا مسلا او الرجل اهي. حطتها في الابرة. دلوقتي انا هحط يعني هقعده كده. واشوف شكل الرجلين ايه لما يبقى قاعد. فاهمين قصدي? يعني مش عايز احطهم كده يوقفين. لا انا هعملهم ان هو قاعد. فما يبقى قاعد يبقى انا هقعده كده واعرف مكان الرجل بتاعتي بالزبط ايه. فانا كده مسلا لما قاعدته. لقيت ان مكان الرجل هنا. فخلاص اخد كده الابرة. مكان ما انا حطيته. هدخلها بش انا بعرفت المكان حددته. وهحط الرجل. اهو. بالشكل ده. بلا ان كده خلاص اعرفت مكانها فين بالزبط. تمام? بعد ما عرفت مكانها كده اهو. دين اهو زي ما انا مسكيها كده. وابدأ اسجد. برضو خياطة عادية. هادخل في الابيض والبيج مع بعض. بالشكل ده. طبعا ما ندخل فيه كزا مرة لغاية ما يتسبت كويس معايا. طبعا ما كنا اشتغلنا الغرزة بتاعت الخروف كانت طبعا هاددايقنا خالص. واحنا ما بنسبت الرجلين والايدين. ممكن احنا كده مرتاحين. اهو كده ما بقعت. ممكن اصحب الرجل كده شوية. كده شكل. ده كده شكل. خلاص كده تثبيت معايا خلاص هابتع بعد كده. انا هعمل كم غرزة تانية للتثبيت. بعد كده اقوم مماشية برضو جوه الرجل الخيط ونقصه. نفس الفكرة بالزبط. اهو هامشي بيه كده جوه الرجل. اهو جوه الرجل اهي. ادخل الابرة. وارجع اخش في الغرزة الجنبها لطول. ادخل الخيط تاني. كده لتثبيت الخيط بكده اقصه. نفس النظام هاعمل للرجل التانية. ادي ها الرجل التانية. هادي كده هنقعد برضو الخروف. كده ها. وادي الرجل التانية. بالشكل ده. او ان انا ابص من هنا. لو انا خايفة ان انا مزبطهاش. ابص من هنا. هلاقي ان انا سبت ادي سطر الحرقة خلفية ودي التانية. وفي الثالث الرجل عندي شبكة. يبقى انا هنا برضو نفس النظام. ادي سطر اثنين في الثالث الرجل هتتشبك عندي. كده ها. يبقى على نفس المسافة بالضبط. وهديني لما قعدوا. سوري. دي واحد اثنين. ثلاثة. اه كده. هلاقيها مزبوطة معي. كده وابدأ اسبت. زي التانية بالضبط. اثبتها. وارجع لكم نشوف اخر حاجة الديل معانا نثبته ازاي. كده ها خلاص انا ثبت الرجل التانية. هدي اهو كده شكله. هو قعد. بالشكل ده. طيب فاضل اخر حاجة عندي اسبت الديل. وهو قعد كده. ها احدد المكان. كده ها. طبعا بقدر الامكان هيبقى في النص يعني هيبقى باين من الدايرة السحرية بتاعت ان هو كده في النص. وهو ابدأ اسبت. اثبت ها الديل. الديل ما يدول الديل كله. ها الديل. وعد علي تاني. بس لان التاكيد مش اكتر. لو في حتة يعني ما كانتش تخيطة كويس كده خلص تثبت كويس زي ما طبعا متفقين بندخل يعني اما جواه اما في الخروف نفسه اهو حتى مثلا في الخروف نفسه مش لازم جوا الديل بدخل في الغرزة الجنبه واطلع تاني كده كده انا هشتغل عليه دلوقتي الغرزة بتاعتي كده كان مرة واشتغل نخطي تثبت وباكده اقص بالشكل ده كده نقص الخيط كده خلاص يبقى كده شبكنا كل الاجزاء يبقى كده فاضل دلوقتي ان احنا نشتغل الغرزة بتاعتنا الغرزة بتاعتنا للتسكرة كانت عبارة عن ان انا بعمل عشر سلاسل وباكده باقفل بالمنزلقة في السلسلة اللي بعدها فيش اي حاجة تاني غير كده هشتغل في كل الحلقات الامامية اللي عندي دي عشر سلاسل وبعد كده باقفل بالمنزلقة دي واحد اتنين اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع تمانية تسعة عشر واقفل في السلسلة في الحلقة الامامية دي اللي بعدها انا هنا دي اللي باعتها لطول اهي واقفل فيها بمنزلقة اطرق هواها واسحب واعمل منزلقة اطرق الحلقات الدايئة والشكل دي هعيد بقى دك طبعا على مدار الخروف كله لغاية ما نغطي كله بنفس الغرزة دي وكده اهو ده كده الشكل النهائي دي بعد شريعة اشتغلت الغرزة كلها علي الجسم كله بالشكل ده انا هنا ما اشتغلتاش كلها داير ميدور انا وقيت اشتغلها عشوائي عشان نديله الشاكل العشوائي ده للغرز عندي لكن حاب اتشتغل flavp دايرة ميدور براحتك داير ميدور هيبقة الشكل بالشكل ده هيبقوا وارا بعضيهم اسطر كده لكن انا احبيت الشكل العشوائي ده بيعطاله شكل اكتر بالنسبة لي يعني وكده ينكونو أننا نهاية الفيديو مع بعض يا رب يكون الشرح كان سهل وبسيط و قدرت اوصلكم معلومة ايا سئلة واستفصارات اكتبها تحت في الكومنتات كانت معكم نرهال النشار من قناة منو كروشي والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته